التحكيم الانجليزي بيعطي السيتي تعادل من وجهة نظرية غير مستحق وهنتكلم ده في الحلقة بالتفصيل على الناحة التانية ارسنال بيخرج بتعادل وبيخرج نقطة من فم الاسد وللسالة التانية على التوالي بيب جوارديولا مبيقدرش يتفوق على ارتتا في ملعبه وسط جمهور وفقبل اخوش فيها حاجة انزل اعمل لايك لو مرة تشوفني اعمل اشتراف في القناة فعل الجرس عشان الحلقة تجيلك اول ما تنزل على طول يلا بينا نخش في الحلقة اهلا بيك اهو هجيه في حلقة جديدة من اوز التحليل وحالة النهاردة هنتكلم عن الكلاسيكو اللي بقاله سنتين او تلات سنين موجود في البريمير ليج بين سيتي وما بين ارسنال النهاردة مباراة في الاتحاد مباراة صعبة مباراة ضخمة جدا على ميكل ارتتا وارسنال لان ارسنال حتى داخل معاه غيابات برضو داخل النهاردة بدون اولديجارد بدون اولديجارد وانا شفت التشكيل استغربت جدا من ميكل ارتتا ولكن عرفت ليه في الماتش ولكن تشكيل ميكل ارتتا كان بدي بالاربع اربع اربع اتنين اللعب بيا ماتش توتنا وبدأ اربع اربع اتنين عادي جدا رايا قدامه جابريال وقدامه ساليبة نحية الشمال ودي كانت مفاجئة بالنسبة لي وبدأ بكالافيوري وخرج بنوايت وحط تمبر نحية اليمين تمام اتنين في نص ملعب ديكليل رايس وجامبو بارتي وخرج جورجينيو من المباراة ولعب اتنين اطراف مارتينيلي وساكا ودامهم هافرتز وتروسرد تمام نحية الاتنية سالتي بيلعب بتشكيل بداع قد طبيعي جدا هو الاربع اتلاتة اتلاتة ونفس الشكل لكن النهاردة قدت غريب بالنسبة لي دي كانت بالنسبة لي غريبة نوعا ما ولكن بدأت المباراة داخل هو عارف ان الماتش ده صعب وعارف ان النواقس اللي عنده مش هتساعد ان هو يمسك كرة قدام سيتي وهو من السنة اللي فاتت اصلا متعود نواة قدام سيتي في الاتحاد انا يا باشا هقف وهدافع وهقرفك وحاول اخطف جمه مرتدة وده اللي كان بيعمله ارسنال تبكي الاصل السنة اللي فاتت انا ما افتحت الكرة او مش بلعب لو بلوك زي ما عمل الشود التاني بعد الطرد لكن لا او بلعب نوعا ما ميديم بلوك بيقابل من نص منعبه او بيقابل من تلت ملعب سيتي ما بيخلي السيتي يحضر اه ما بيدغاش عليه ضغطة عالية لشان يخنوه في التحضير لا باشا هحضر عادي جدا في نص منعبك ولكن اول ما بتجي لي في نص منعبي انا هقرفك وانا هضغط عليك وحاول استخلص منك كرة في نص منعبي بطريقة انا اطلع عليك بالمرتدة طب تمام السيتي في اول المباراة ادري يسجل هدف فاول عشر ده في المباراة كان شكل كويس كان شكل افضل ليه بقى كان شكل افضل السيتي بفضل رودري رودري واقف في نص الملعب مع الاتنين اللي هو بالدفاع اللي هما روبن دياس وي اكاو و ومتغير باقي اكانجي رايح وهو كان رايح برناردو سيلفا حتى وجندجان اللي اتنين بيسقطوا فانصف المساحات عشان يساعدوا في هلند او يربكوا دفاعات ارسنل ومخلي الاتنين اللي يفتحهم ملعب دوكو وسيفينيو الاتنين المهاريين جدا على الاطراف وقدر يسجل من النقطة دي كويس جدا في اول عشر ده لما سيفينيو قدر ان هو يختارك النهائي اليمين او اللي هو يلاخم يعني كلافيوري ويقدر يسرقوا وياخدوا الكرة ويروح وبيدي بينية بلسم لها هلند هلند راح حتى بس وش رجلو فيها كده دخل الجون الاول لسيتي وبعد الجون ده انا قلت على سيتي. ليه? لان اصلا استغربت جدا اللي انت الراميت كلافيوري كلاب يلعب بشكل اساسي في مباراة زي السيتي فيه الاتحاد راميته. عارف ان كلافيوري نوعا ما اخد دقيق في الماتشوط اللي فاته. لكن كلافيوري رجع لك من الطاقف الدولي مصاب. وكان غايف في ماتش اه في الماتش اللي فات. تمام. طب الماتشي ده انت راميت كلافيوري فانا كنت قال انا عالي جدا في الماتش ده. ولكن كلافيوري بعد الجون بالمناسبة غلطات مركبة. غلطة من كلافيوري نتأخر ان هو يضغط على سافينيو. ولما سافينيو سرقوا الغلطة التانية من بارتيو. دي غلطة كارثية. ان بارتي كرر ان هو يسيب العمك وان هو ما يضغطش على سافينيو ما يقفلش العمك ويسيب المساحة مفتوحة ان يدي بينيه الليه هلند ويره يضغط على كلافيوري ناحية ناحية الشمال. دي حاجة مش مفهومة بالنسبة لي من من توماس بارتي. ولكن جيه السيتي وجاب جون والدنيا مشي. بعدها على طول بتحصل هرجلة بيحصل الفاول ولازم ان نقف نوعا ما شوية عند مايكل اوليفيرا. مايكل اوليفيرا من بدقة المطش في حاجة غلط. في حاجة غلط جد. في الجون اللي جاب هو الجون بالمناسبة بنوجة نظرنا صحيح بنسبة مية في المية. جون ارسنان الاول. بنسبة مية في المية صحيح. لان خلاصه والكرة وقفت الكرة سبت على الارض. صفر ميكلة اوليفيرا. الكرة تلعبت. مالوش دعبه بقى لقابت سيتي رجعت ما رجعتش كان بيتكلمه وكانش بتكلمه. هو مالوش دعب كل ده. هو كان بيتكلم معه وصابه ومشي وفجأة الكرة تلعبت. فبارتي لعب الكرة المرتينيلي. ومرتينيلي لعب الكرة الكلافيوري. اللاعب المعلم. لو الكرة جات لي انا مخفتش. انا مقلقتش. فاقول ماتش لايك اساسي. ضد سيتي في الاتحاد. مقلقتش. مخفتش. هطب بطي نجلي في في البعيدة. تك الجون التعادل لارسنال. وهنا بعد الجون التعادل لارسنال وبعد خروج آآ رودري بدأ ان سيتي تعطل. ليه بدأ ان سيتي تعطل? لان كفزتش مش رودري. رودري بيعرف يفزت الهجمات لوحده في نص الملعب. بقدر آآ ان هو يطلع لك بالكرة كويس جدا. ما حادش بقدر يقدر يقطع منه الكرة. هو شكل كويس. رودري افضل بكتير من كفزتش في اللاعب نبرسته. فلما رودري تصاب ومحادش عارف اصابته ايه لحد دلوقتي. انا من وجود يعني انا شايف او انا في الوقع اللي وقحها والتوجع والصرخة والقلم وكل ده انا حاسس ان ايه حاجة من الاتنين. يقطع جزء في الروباط الصليبي يقطع كل في الروباط الصليبي. يا ربنا اشفيه وما تمناش دول. ولكن الشكل الاصابة اللي انا شفته كان بيقول كده. وبعد خروج رودري سيتي بتارى اللي هو يتعطل نوع عماليه. لان براردو سيلفا وجندوجان سبع انصاف المساحات اللي كانوا بينزلوا فيها. وبتارى يرجع النص الملعب علشان يساعد كوفزتش في الادوار بتاعته. اللي هو براردو وجندوجان بتارى ينزلوله عشان يستلموا من الكورن لان كوفزتش مش رودري. وان هو كمان في الناحة الدفاعية برضو مش رودري. فان هرجع عساعده. فبالتالي سيتي نقص في الناحة اللي هو جمية. دي حاجة. الحاجة التانية بعد الجون اللي ارسنال جابه ارسنال تحس ان هو وثق في نفسه. وثق في نفسه ازاي بقى? ان جات لكورنر وكرة لعبت بنفس الفكرة بنفس التكتيك اللي ولي بيعملوا ارتلتا وبيعملوا ارسنال من السنة اللي فاتت. ومش بالنسبة مش ارسنال اللي بيعملوا مدرب. كورهات السابتة واللي بيعملوه. بنفس اللقطة اللي جابه حتى في الستوديو. نفس الكورة هي هي السنة اللي فاتت. لاعب او لاعبين بيقفوا. يضايقوا الحارس. ما بيلمسوا الشي الحارس خالص. وما بيرخوا بالكورة. اول ما بنتلعب بيرخوا بقولما يفوقوا بالحارس. بس. ده بعملوه. وده اللي عامل ارسن النهاردة في كورتين او تلاتة في الكورنرات. اول كورة لقينا سليبة ومارتنين اللي راح وضايقوا. اه ايدرسن وجابريل تلع. حتى الكورة ولكن المرة تلعت بسنتيمتر فوق العرضة. الكورنر اللي بعدها على طول نفس الكورة هي هي. تبكي الاصل. وتلع جابريل جابت تاني. طب هل جورديولا ما يعرفش ان دي لقبت ارسنل في كورات السابتة? اكيد عارف. ولكن ارسنل مميز جدا في كورات السابت. هو خلى اللقابي كلها تروح على الناحية العرضة اللي بعيدة. وفجأة كله بيخش جوه ستة يرضى. كله بيخش دائق دفاع. الكورة الاولى كان هو وقف معاه دوكو. فبالتالي كان دوكو سيء في الحتة ديا. فقرر ان الكورنر اللي بعده اللي يمسك جابريل يكون وكر. وبرضو جابريل هيري من وكر. بتلع حط الجون التاني. خرج رشاة الاول. متقدم ولكن متعثر. متعثر بسبب الطرد اللي مانوش اي تلاتين لازمة اللي ميكيل اوليفيرا عمله. بصراحة شايف ان الكورة اه ممكن تكون تستحق انزاره ولكن لو ده الانزار الاول لقول لتروسرد. ولكن ده يا باشا عنده انزار في لعبة اولى تمام خد فيها انزار. اللعبة التانية مش مستهلة يا باشا. ده كورة في نص الملعب دخل حط كتف في ضهر ماشي وترك تستحق انزار لو لو تروسرد ما عندش انزار. ولكن تروسرد عنده انزار. فمتستحقش ان تجيله وتتدي له انزار تاني تطرده. في شوت اول حتى. ده خل اني ارسنل يخش شوت تاني بشكل تاني بتاكتك تاني بطريقة تانية بافكار تانية تماما. ده خل شوت تاني ارسنل هو يا باشا بيلعب المباراة انا مش ههاجم. انا مش عايز جن تالت. انا هدافع وهستقتل على الجنين دول واخرج من المطش يا اما واخد التلات نقطة يا اما اخد نقطة. هو ده اللي فكر فيه مكان ارتدة. وده اللي عامل شوت تاني. نزل شوت التاني. انا مدافع. هلعب بطريقة خمسة اربعة. انا مش عايز حتى واحد مهاجم. خمسة اربعة وخرج ساكة ودي بالنسبة لي كانت سقطة او كانت سيئة من ميكات ارتدة اللي انت ما عندكش ما بقاش عندك حلو الوجومية تماما. حتى لو انت بتحاول تعمل هجمة مرتدة. وتضرب دفاع اللي هو متقدم تماما. ما عملتش ده. لان انت حتى بتدافع باللعب اللي عنده هجومية او عندها النازل على الوجومية اللي هو جابريل مرتينيلي وكي هافرتس. بقوا نازلين اللي هما يلعبوا اتنين على واحد دايما في واحد الاطراف. سواء على سافينيو او على دوكو. او حتى على الجريلش لما نزل. هو بيلعب دايما اتنين على واحد. انا مش هخلي اي فرصة واحد على واحد على الاطراف. لان الاطراف بتاعتي ممكن تستباح. زل اتنينها مهاريين جدا. سافينيو ودوكو. فلا يا باشا انا مش هقابلك بتنبر وكلافيري اللي واحدهم. لأ. انزل لمرتينيلي. انزل على الاطراف مع الاتنين الباكات بتوع. تمام. ونزلت يبقى ثلاثة في القلب. بنوايت. اه سليبة وجابريل عشان يقفلوا على هالند وعلى اي حد بقى يخش جوا ماتات الجزائل. كنت بتشوف هالند بيخش معها جندجان وبيخش معها اه جبرديول وبيخش معها كله 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 كان بيخش جوا ماتات الجزائل لأي هفوة واي كورة. ولكن الدفاع اللي كان بيلعب بيه مكيل ارتتة معلم. معلم. انا قفل كل حاجة. قفل الاطراف وقفل العمك. العمك بتاعي ببقى مقفول بخمس لعيبة. اه ديكلار رايس وتومس بارتي ووراهم ثلاثة. سليبة وجابريل وابن ويت. وحتى لو عدتي الخمسة دول وقدرت توصل لمرماية وقدرت تهدد مرماية سواء بقى على التزديد او كرات سبتة واي ان كان. انا عندي عملاق في مرما اسمه ديفيد رايا. بيشل اي كورة. وده اللي حطى بكده ارتكت تتكلم عليه قبل كده في مؤتمر صاحف يسألوه قلوله هل ديفيد رايا حارس كويس بالنسبة لك او حارس مميز. في ظل ان هو اصلا ما بيجيش عليه كورات خطر كتير او ما بيجيش عليه كورات خطيرة كتير. في ظل ان هو ما بيبانش في كورات خطيرة كتير. في رد عليهم كلا تلتة اقول لهم ان ديفيد رايا مميز جدا ليه? علشان هو اصلا بيمنع خطورة. بيمنع خطورة قبل ما تحصل. وده اللي شفنا في كزا كورة النهاردة في مباراة النهاردة كزا كورة بتلفع او بتلفع عرضية بتلاقي ديفيد رايا بيطلع ياخدوا الكورة من الجو بياخدوا الكورة من فوق قبل ما تعمل خطورة على مرمى. وحتى لما بيوصل للمرمى وبيعملوا خطورة على طريق تسديد شال كورة واتنين وثلاثة النهاردة كانوا عادي جدا يخش جون. والناس اللي بتتكلم ان ارسنل بيلعب كورة قبيحة وبيلعب كورة سيئة يا باش انا متروض مني واحد في الاتحاد اي فريق مكاني كان شاد اربعة خمسة وروح. حتى لو متاخر. يعني حتى لو اي فريق ضد سيتي لو متقدم اتنين واحد ودخل شير التاني خسران لعبة بلعب عشر لعيبة ضد سيتي في الاتحاد بكل تأكيد كان هيخرج خسران الماتش. ولكن تخرج متعادل والجون اللي ييجي فيك ييجي في الديئة تمانية وتسعين بعد ما خلص لعبتك انهكب بدنيا وانهكب تركزيا وانهكب زهنيا فبتالي بيخش في الجون في اخر ده الماتش ودي بن مناسبة حق وصل ارسنل لان ارسنل لو كان دخل في جون قبل الديئة الاخيرة في المباراة انا كنت اقولك ان سيتي هيكسب المباراة لا بحالة لان ارسنل ما كانش هيقدر يوقف قدام الزخم الهجومي وقدام الضغط الكبير جدا اللي عمله الدخط اصلا اللي عمله سيتي خرج كلافيرو مصاب خرج تمبر مصاب خرج مرتنين اللي مصاب ومتعرفش هم يبقوا مصابين لفترة ولا رجاع الماتش الجاي ده محدش عارفه ولكن ان عجبني ان نهارده ميكيل ارتيتا جدا 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 شابول ميكيل ارتيتا ميكيل ارتيتا من اوج اتنظري بقول لانه كان يستحق الفوس فمردة نهاردة حتى هو نايس لعب حتى هو بيدافع طول الشر التاني بيدافع واف ملعبه واف نص ملعبه نش واف نص ملعبه ده واف جوه منطيج جزاو بيلعب لو بلوك بيقابل من منطيج جزاو فبالتالي قدر يخرج بنوطا دي سيتي في الاتحاد وللسانة التانية على التوالي جورديولا ما بيقدرش يكسب ميكيل ارتتا في ملعبه. فشابوه ميكيل ارتتا هاردت لك لميكيل ارتتا. وبقول لي جورديولا مبروك. مبروك عن نقطة اللي هو اخدها النهاردة. ودي حاجة مميزة لليفر بول. لما كان يمشي عنده الاسبوع دوا. وانا كان حاجة مميزة لليفر بول جدا جدا جدا. فلو في الاخر زي ما بنقول دايما رأيي شخص واحد. وهراي انا في ارتتا. ارسنل سيتي اول رايك انت في الكومنتز. وقل لي كمان توقعاتك. هل سيتي هيقدر يمشي ويعمل بتاعه اللي هو ينفس على الدوري. في زل لغياب لوضري اللي احنا مش عارفينها يغيبق دايه. وزل لغياب كمانجوردي اولة. اه. في زل لغياب اصد دي بروين. قل لي رايك في الكومنتز. ولي توقعاتك هل ارتتا. قادر على الفوز بالدوري. السنة دي في زل خبرات الكبيرة لك في كومنتز. ولو حلقة تبدأ تعمل لايك وشيري وسبسكرايب وفعل الجرس لشحالة تجيلك اول ما تنزل على طول كم حاجة مصطفى ويحييكم من قهوة التحليل سلام